اشتركوا في القناة اقولها لناس لعلها يعني تكون مفيدة في اية من القرآن الكريم الناس بتقرأها وبتعتقد انها بتقال في موضع مش مزبوط الاية بتقول سلام قولا من رب الرحيم الناس دايما يعتقدوا يعني ان الاية دي بتتقال في اوقات الفزع اوقات المصايب يعني وقت المصايب او الفزع نقول سلام قولا من رب الرحيم لكن الحقيقة العلماء ليهم رأي تاني خالص في موضع الاية دي او بتتقال امتى او اتقالت امتى تعالوا نشوف مع بعض كده من خلال الفيديو ده رأي العلماء في الموضوع ده او الاية دي تحديدا يعني العلماء بيقولوا عن اية سلام قولا من رب الرحيم ان الله عز وجل لما بيشرق على بيشرق نوره على المؤمنين في الجنة جعلنا الله اياكم منهم بيقول جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم فلما نور ربنا سبحانه وتعالى بيشرق على المؤمنين بينظر الله سبحانه وتعالى الى المؤمنين في الجنة ويقول لهم سلام قولا من رب الرحيم المؤمنين بينظروا الى الله عز وجل وبيتمتعوا بنوره وبينسى المؤمنين في الجنة لما الله جل وعلا بيقول لهم سلام قولا من رب الرحيم بينسوا كل مميزات وروائع ونعيم الجنة بعد كده بيحتاج بالله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وبتبقى باركته ونوره وتأتي الملائكة الملائكة بتأتي على المؤمنين فتقول سلام قولا من رب الرحيم وهذه المقولة هي تحية اهل الجنة وتحية الملائكة للمؤمنين في الجنة بضع الله سبحانه وتعالى ان اكون واياكم من اهل الجنة ونسمع الملائكة تلقي علينا سلام القولا من رب الرحيم كعلان الله واياكم جميعا من اهل الجنة ارجو ان المعلومة تكون افادت حضراتكم وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة